في السيمنت ريتيند أو حتى السكرو ريتيند ريستوريشن بعد ما بظبط الأكلوجن وبشيل البريماتيور كونتاكت أو الهاي سبوت ازاي ان انا اقدر اعمل بولشنج و اتطرف ازاي هلا شيري التركيبات ولا جاست اكتفي بي البولشنج طبعا ده سؤال مهم جدا 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 هو الأكلوج الاجستمنت بعد السيمنتيشن للإيمبلنت بروثيسز أو حتى إيبن السكروينج لو كان السكرو ريتيند طبعا هنا كتير من هنا بيظبط البايت او بيعمل ادجستمت لي البرماتيور كونتاكتس سباشي طبعا بعد السكروينج او السيمنتيشن ده طبعا نعمد عشان نوصل لي جلوسي سورفس و سموث سورفس بما لا يؤذي الابوزينج ويعمل وير ولا يحصل مثلا ستينيج في ذات رف سورفس او حتى فراكتشر فيه كتير من هنا بيدي كوماند بولشنج طبعا هنا لو عاملين سكروينج نقدر نحنا لو طبعا معانا تايم كيس مع البيشنج نقدر نريموف الريستوريشن و نرجع الهيلينج اباتمت ان بلايس و نرجعها للاب يعمل لها جليزنج ولو عاملين سيمنتيشن افضل طبعا تكون تمبري سيمنتيشن او قبل سيمنتيشن ازبط البايت لو الماتيريور تقدر ان هي تستحمل الاوكلوز الادجستمت دوت محصلها سفراكتشر حيش ترجع اللاب نعمل جليزنج لكن لو عندي اي كونديشن مقدرش ان انا ارجع الريستوريشن تاني اللاب اعمل جليزنج يفضل نعمل بولشنج لي الماتيريال انترا اوري البولشنج للماتيريال افطر الادجستمت دوت مع الاخذف الحزبان استخدام البولشارز الريليتد للماتيريال بمعنى لو احنا بنعدجست الرستوريشن دي كانت زيركونيا فنستخدم زيركونيا بولشارز انترا اوري بالسيكونس بتاحها طبعا بحيث نوصل لديها البولشد وسمولث سورفس لكن لو ضبطنا الهاي سبوت دي في بي ام ام اي في البروشنال او التراي ان ماتيريال نقدر نعمل لها بوليشينج باستخدام الكمبوزيت بوليشورز لان طبعا هنا هو الزركونية بوليشورز تكون اجريسيف ممكن تعمل وير في الرستوريشن فلو ما نقدرش نعمل جليزينج ونرجع الرستوريشن للاب تاني يفضل نعمل بوليشينج باستخدام زركونية بوليشورز او حتى ايضا كومبوزيت بوليشورز كت